تعتمد على الإعراب على النحو على تغيير أواخر الكلمة لتمييز بين المعاني الملتبس فالرفع كما قال ابن الحاج به كافية يرى علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والخفض علم الإضافة فهل نجد لهذا نظيراً في اللغات الأخرى؟ لأن أكاد نجد له نظيراً في اللغات القائمة الآن قد يكون في اللغات القديمة ما أعرف الآن مثلاً في اللغة الفرنسية نجد ضمير المخاطئ الواحد إذا كان واحداً فاعلاً طبعاً قال تي في رفعه في الضم شوية في صوت شوية من الضم يشعر بالفاعلية فنجده إذا كان مفعولاً وقال ت بالفتح هذا يشعر بالمفعولية ولكن لا نظير لها في هذه اللغة هذه اللغة على طولها وعرضها لا يوجد فيها العراب على ما أعلم إلا هذا البصيص القليل قد يوجد قليل منه في ك التي تكون مصولاً تارة وغيره إذا كان فاعلاً وقال كي أقرب إلى الضم وإذا كان مفعولاً وقالك هذه اللغة وأنا قلت أني لست ضد اللغات ولكن هي مقام تبين المزيد هذه اللغة التي تضعف عن استيعاب المعاني المعنى الواحد الذي يعبرناه في اللغة العربية بلفظهم واحد يعبرناه في هذه اللغة بكلمتين مدى البسمة نحن نقول بسمة وابتسمة البسمة ماذا يسمونها؟ يسمونها تحت الضحك تحت الضحك سورير الطرفة التي يطره بها القادمة من السفر أهله نحن نسميها الطرفة هم نسمونها تحت القدوم سوفانير الشعار الذي يلبسه الإنسان تحت ملابسه نحن نقول الشعار هم يقولون تحت الملبس سوفة ما هذه اللغة سو لغة سو سورير سو كذا هذا من أبسط مذال لشهوه في هذه اللغات العربية على سائل اللغات أنا تكلمت على لغتي حضارة اللغة اللاتينية تقريباً فروع اللغة اللاتينية اليوم من أرقاها اللغة الفرنسية هذا أمر محروف ولكن بها أبسط مقارنة بينها بين اللغة العربية يظهر لكم هذا الشهوه ترجمة نانسي قنقر